رحب بكل ما التحق بنا الآن في المتابعة مواصلين مشوارنا في توب سبور حتى الثمانية ام تعلي لحديثنا توت سويت بش يكون على الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكورة القدم نعود نذكر كل المقابلات يتلعبوا غدوة ماضي الساعتين في المجموعة الأولى ترجي أم الحمامسوسة لتوالي السيابي البقلاوة تحى التطوين والسياسي سمع هلال الشابة في المجموعة الثانية الأولمبي البيجي يستضيف النادي الأفريقي مستقبل الرجيش يلعب ضد الاتحاد المنسيري والأمبيكسي دي بوزيد مع نجم المتلوي والاتحاد بن جرداني واجهة مستقبل سليمين أهم المواجهات في المجموعة الأولى باعتبار هناك بعض المقابلات للأمانة اللي موش بش يرتقي فيهم المستوى باعتبار أنه يأما فرق ضمن التواجدها في مرحلة البليوف وإلا فرق ضمن التواجدها في مرحلة البليوف لكن مو نفسيها بدرجة أكثر بشكون معنية بالمقابلات على غرار مباراة المرعب التونسي مع اتحاد تطوين البقليوة وأكيد في حاجة لنقاط المقابلة من أجل ضمان البقاء الترجي أمل حمام سوسة ونجم الساحلي مع نادي البنزارتي زوز مقابلات هذوما فيهم زوز أطراف يلعبوا من أجل تفدي النزول هم حمام سوسة والسيابي في المقابل المزال صراع الصدارة متواصل بين الترجي والنجم الساحي لحدود الجولة الأخيرة والمباراة الأهم بشتجمع بين النادي سفيقسي مع هلال الشابهات نبدأ بمباراة السياسيس وهلال الشابه اللي تعتبر المباراة والطبق الأبرز في الجولة متع غدوة سي شكري أكيد الطبق الأبرز خاصة لطرف أحد الأطراف متعه هو فريق النادي سفيقسي فريق العريق لتقريب طموحاته أكبر من كونه يتفادى النزول أو يتفادى اللعب على تفادي النزول فريق هلال الشابه أكيد بعد الوضعية اللي يعاشها الكل عنده فرصة وحيدة بما ينتظر حتى حد فريق هلال الشابه يفوز في مقابلته في سفيقس ويمنع معناها من التفادي النزول يمشي المرحل مجموعة تفادي النزول يعني معناها مش ومشي مشي معا عكس النادي سفيقسي اللي في مقابلته غدوة ينجم يفوز ويلقى روحه في مجموعة التتويج وهذي تقريب أول مرة تقريب كنت تصير تقريب فهمة ثلاثة في رق يعني في نفس الوقت المؤهلين باش ينزلوا للرابطة الثانية وينجموا نقاوه في مجموعة التتويج كما نادي بنزرتي مرعب التوسي ونادي سفيقس على ضو انتاج متصير فقية المقابلات أكيد جدا إن شاء الله غدوة نتمتعه بمستوى فني في جميع المقابلات ماضي ساعتين في الطيب لمهيري مباراة السياسيس مع هلال الشابه كما قلت سي شكري قاسم مشترك بين الترجي وليتوال هو اللعب من أجل صدارة المجموعة الأولى وأمال حمام سوسة ونادي بنزرتي من أجل تفادي النزول الترجي أمال حمام سوسة لتوال السيابي زوز مقابلات لحساب المجموعة الأولى بش يتلعبوا غدوة أكيد تقريب حوار غير مباشر بين ترجر هذي التونسي والنجم الهذي الساحلي من أجل صدرت المجموعة الأولى لكن وقت اللي نعرفه النجم الهذي الساحلي عنده فرصة بش يفوس بمقابلته ضد اتحاد تطويين يعني وينفرد وما يفردش على روحه لربع نقاط متاع الحوافز عكس ترجر الهذي تونسي اللي يعني فما قراءة صعبة برشا بالنسبة ترجر الهذي تونسي عنده نهار السبت راه ومقابلة أول مقابلة فيك دور المجموعات الشامبيان زيجي الأفريقية مواصلين حديثنا على بقية مواجهات المجموعة الأولى والثانية في الرابط المحترفة الأولى لكورة القدم نرفع لحضراتكم أذين صلاة العيشة حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان اشتركوا في القناة 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 دي الساحلي هو بين درجة دي التونسي من أجل صدارة المجموعة الأولى والفوز بنقاط الحوافز اللي هما أربع نقاط. تقريب درجة دي التونسي يعني في مهمة قدام أملحة ممسوسة اللي متشبث بنتيجها بتاع المقابلة لأنه عندما أملحة ممسوسة في صورة الفوز المتاحة ما تنتظر حد تمشي دي ريكت كفريق رابع يعني في مجموعة التتويج يعني في مجموعة البلايوف. عكس درجة دي التونسي اللي المقابلة دي تهمه بدرجة كبيرة من أجل موصلة الملاحقة على الناج مردي الساحي لكن يزم يفكر أنه بعد الثيام عنده مقابلة كأس رابط الأبطال الأفريقية. حسب الأخبار اللي عنا بتصير برشة تغييرات يعني في التشكيلة متع الترجي ريدي تونسي اللي يبقى دي ما أكيد الاستحقق الأول دوري أبطال الأفريقية على حساب البطولة باعتبار أنه الترجي ضمن تواجده تقريبا وإذا الترجي ربما خسرها السدارة فأنه خسرها في الجولة الفارتة للأمانة في مباراة اتحاد تطوين اللي كان متقدم فيها اثنين اصفر ورجع ليه الاتحاد وسجل زوس اهداف ومباراة وفات بالتعادل اثنين مقابلة اثنين. لأ وسيد والبرنامج بتاع مقابلة ترجي ريدي تونسي. يعني هو يدعم فكرتنا على اكساس المنبيل معلوم شيرتح العناصر الاساسية ضد ملحم ممسوس. ووقت اللي تعرف هو عمل تنقل صعيب. معنى معنى رحلة كبيرة مشال تطوين. اي. ثم مش يلقى روح يلعب باملح مل الحمسسوع بعد ثلاثاي Ruth. ثم بعد ثلاثايات يلقى روح يلعب في مقابلة كائس ربيطة ناعبطة الافريقية ضد الميريخ السوداني. ثم بعض اربع ايام مش يلعب مقابلة المؤجلة بتاعه في كائس تونس. هل المفروض تتلعب بنهار الثبت. مش تلعب بنهارها للربعة ضد جامعية جربا. امال جربة اي. ضد امال جربة. ثم اللهار 로or السبتة لي بعده مش يلعب الدورة اللي من بعده متاع الكاس تونس. يعني تقريب معدد غزم ثلاثة مقابلة كل ثلاثة ايام. وهذا منذ تقريب شهر ونص يلعب في النسقة ذاية. تقريب شهر في الظرف شهر طرجة التونسي مش يعمل يعني تقريب سبعة أو ثمانية مقابلات. يعني بمعدد ثلاثة مقابلة كل ثلاثة ايام. وهذا يعني لاش يخلي بالصفة عليه فريق طرجة التونسي ينزم يجاري معناه دفكتيفة بتاعه. يعمل بتاع الملعبية بشيرات تح لاعبين اللي حيشتوا بها خاصة طني كاسرة بتل ابطال الافريقية. بالنسبة للترجة تسمى هدف كبير برشة في الموسم هدايا. عكس النجم الدي الساحلي هلي ما عندوشي معناها خيار قدامه بش يستحفظ على الصدارة والمحافظة على اربع نقاط غير الفوز على النادي البنزرتي. وتدارك عثرة الجولة الفارتة بتعادله امام ملعبة تونسي. تعادل بتاعه قدام نجم الساحلي قدام هلال الشابة. قدام هلال الشابة السفري السفري في ملعب زويتن. فريق النادي البنزرتي بتغيير اي طرفاني بتاعه ودخول مدرق بتاعه يعني لازم بش يعمل لك الرجة. معنى على قلب بش يعمل نتيجة ايجابية ذاك عليش مقابلة يعني مش يكون ريهانها يعني كبير برشة بالنسبة للزوز في رق. ولو اني الراء اللي مستحير او صعيب بش النجم الدي الساحلي يفرط في نتيجة المقابلة على ارضية ميدانو. ويفرط في الصدارة اللي معناها تمسك بها منذ بداية الموسم الرياضي صعيب برشة كان يجي في اخر جولة من المرحلة الاولى يفرط في الصدارة متاعه. بيه سي شكري تكاهونيتك في المجموعة الاولى على الاقل قبل ما تبوم بي الكورة بلغتنا احنا المجموعة الاولى شنوت نجم نشوفوا فيها غدوة خاصة من خلال قراءتك انتيا الخاصة. شكونوا الفريق اللي بش ينزل في المجموعة الاولى بنسبة كبيرة وشكونوا التركيبة متاع مجموعة البليوف بالنسبة للمجموعة الاولى. شوف سيد هي راهي هذية كورة وما يشي علم صحيح. لكن حسب رأني اقرب اقرب يعني حسب الواقع وحسب الامور الفنية وكل شي. الناتس بيقس بش يكون الفريق الرابع في مجموعة البليوف يعني وفريق هلال الشابة اللي خلى روحوا في اخر مقابلة وقت اللي ضي عدة نقاط على ارضية ميدانو في وقت ما. واللي لعبوه للامانة سي شكري سبعة مقابلات في خمسة وعشرين يوم ونذكرك كنا في مرحلة الذهاب. ايه. وتقريبا الفريق الوحيدة اللي لعب سبعة مقابلات كاملة متاعه في خمسة معناها في واحد وعشان يوم وقتلي هو جاي من الرابطة الثانية. ايه. وممنوع من الانتدابات. وممنوع من الانتدابات. ومعندوش لاعبين اجانب. صحيح. يعني وتحذيرات كانت معناها للرابطة الثانية. لكن هذي منطق الكرة وهذا الواقع. انا حسب رأيه هيلية الشاب بشي كوه في الرابطة الثانية. ومه. ومه اه. نادي سفيقسي بشي كوه الرابع. اه. الفرق متاع المجموعة التتويج. والفريق الاخرين بشي قدو يلعبو على متفادي في مجموعة تفادي نوزول. خصصنا اكثر وقت للمجموعة الاولى اللي للامانة معناتها ما تنجمش تتكاهن مش كون الفريق باعتبار حتى تشوف التبلوم تعال الترتيب. معناتها تفهم كل شي انه فريق كيما نادي سفيقسي ثلاثة نقاط يخليه في البليوف هزيمة تخليه في الرابطة الثانية. تفهم اش نوى معناتها على مستوى الحظوظ في الفرق في المجموعة الاولى المجموعة الثانية للامانة. كل شي فيها اصبح واضحة ما زال تقريبا صداء حوار الصدارة بالاتحاد المنسيري واتحاد بنجردين. وكذلك على مستوى نقاط الحوافز في البلياوت. ايه في البلياوت هذا هو باعتبار انه تعرفنا على الفريق اللي نزل اللي كان مستقبل الجيش. لكن فما النادي الافريقي عنده رهان المرتب الثالثة في المجموعة هذه. يعني كيفوز على مولانبي الباجي 2-0 في داجا يلقى روحه لنادي الافريقي ياخذ المرتب الثالثة. وهي فيها تقريبا نقاطين حوافز ممكن تعطي طموحات اخرى للأفريقي من مراجل اللعب على اللقب. ولو امور الفنية حسب مقابلات اللي يتعديه ما هيشي على العاد. هذا هو بالنسبة لي النادي الافريقي. هاو نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبة المجموعة الثانية. نعود نذكر بوقت المقابلات الكلها ماضي ساعتين للأولمبي الباجي. في بوجمع الكميتي السادي في النادي الافريقي. في ملعب احمد اخوة جبل مهدية مباراة مستقبل الرجيش مع الاتحاد المونستيري. في ملعب 17 ديسمبر مباراة اولمبيك سيدي بوزيد مع نجم المتلوي. وفي ملعب 2 مارس ببنجردين مباراة اتحاد بنجردين مع مستقبل الرجيش. اشنا ونجمو قولو سيشكري غدوة اكيد رسالة لكل الاطراف تنظيميا تحكيميا امنيا. ان شاء الله منشوفوه شكل ما شاهد اللي يتعكر صفو الرابطة المحترفة الاولى. واكيد هذا يمناش مش نسم الممنو معناه بعض المقابلات اكيد كل طرف مش يخرج. ويعبر على مقصوده مثل ما هو معتاد عليه في كل جولة من البطولة التنسية. انا نقول للي الكورة غدوة ماهيش مشتوفة ماهيش نهاية العالم. فريق اللي مشي رقه في الرابطة الثانية يخدم على الروح ويدارك امرو ويرجع موسم الجاي. فريق اللي ما ترشحش المجموعة التاتويج يقوم على الروح ويحاول يتفادى النزول في بقية الموسم ويمنع موسمه. أول فريق اللي مشترشح مجموعة التاتويج وبولا حسب نقاط الحوافز. يعني كل ما مش تختلف معناها اللي مشيه اخو اربع، مشيه اخو ثلاثة، مشيه اخو اثنين، مشيه اخو واحد. ونقول تقريب هذي الكورة الكورة قاعدين من الحد الذية معناها معناها اكزامبل كبير برشا صار السيتي خسرت السيسمو ريال مادريد خسرت لارسونال يعني خسرت مع ايفيرتون خسرت يعني وتقريب معناها وضيعت على روحها فرصة باش تعميق الفيرا يعني وما وقفتش الكورة الناس مش هتتخدمها الروحة تصلح اخطاءها واتكمل معناها المساعدين وجيت الجولة اللي بعدها وينها بيدوري نتوجه برسالة للحكام كونوا عادلين كونوا عادلين كونوا عادلين في دارة المقابلات وان شاء الله لي عنده حق اكيد يتحصل عليه وكونوا على نفس المسافة من الحياة خاصة في المقابلات المصيرية باش ما تظلموا حتى فريق وما تسرقوا حق حتى فريق وباش ما تضيعوا عرقوا خدمة حتى فريق للامانة زادة مش بالسلسي شكري تحذر فريق وتخدم كم ودرب وإلا كم لعبية ومن بعد يجي حكم معناتها في صافرة واحدة يقذيلك على أحلامك والعمل اللي أعملته الكل للامانة اجتهدوا على الأقل وديما نسبقوا حسن النية أعطيهوا حق النوادي الكل وإن شاء الله كورة القدمة التونسية إن شاء الله بخير هنعملوا تكسيرة سيد بالله رسميا الارجنتين والارجنطين والباراقوي والتشيلي يقدموا مطلب عناها ملف ترشح متنظيم كأس العالم 2030 أكيد جدا مشكور محللنا الفنيسي شكري بالأكحل إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم في حسن اليوم من توب سبور مشكورين زملائنا الكل أحمد المخلوفي محمد سيف الدين أبو العرس كيف كيف أنس الهمامي سيدة رابلسي مقدام الميكرو وقلكم وتابعة طيبا لي بقيت برامج ترجمة نانسي قنقر